اهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس 60 دقيقة فوتوشوب في هذه المحاضرة راح نتعلم كيفية تغيير لون الشعر باحترافية تامة طبعا توجد عدة طرق لتغيير لون الشعر ولكن راح نستخدم الطريقة الابسط والافضل في البداية راح نضيف طبقة Adjustment Layer Hue Saturation طبعا نختار Hue Saturation بهذه الطريقة الآن راح نجي نغير اللون مثلا طبعا نختار اللون المناسب اي لون يعجبنا مثلا راح اختار هذا اللون اللي هو البنفسجي مثلا وطبعا عدنا Saturation ممكن نخليه بهذا الشكل حتى يكون اجمل مثلا ممكن بهذا الشكل جيد الآن راح اجي اضغط Click حتى اتخلص من Hue Saturation الآن راح اجي احذف هذا التأثير اللي انا اضفته من خلال انه اضيف لون اسود الى الماسك طبعا اجي هنا اضغط Click على الماسك واضغط Control I او اذهب الى Image Adjustment واختار Invert اذا لاحظ انه الاختصار Control I جيد الآن اختفى عدي ال Adjustment الخاص باللون جيد الآن اجي امر ثاني اضغط Click على الماسك وطبعا اجي على اداة Brush وانتبه ضروري جدا انه Hardness صفر طبعا نصغر من خلال حرف الجيم وطبعا نجي نرسم باللون الابيض ضروري انه نغير اللون الابيض ياما اضغط Click هنا ياما اضغط على المفتاح X راح يغير لي الى اللون الابيض وطبعا ضروري انه انتبه انه مختار الماسك جيد الآن راح اجي ارسم بهذه الطريقة وطبعا يجب ان يكون الرسم احترافي يعني كد ما اعبر على الوجه فقط على الشعر في منطقة الشعر وطبعا راح نجي نعدل عليه بعد قليل حتى يصير الرسم اكثر احترافية جيد مثلا بهذا الشكل الآن راح اكبر وطبعا امسح اللون البنفسجي بالرسم الاسود طبعا اضغط X حتى يرجع لي اسود راح اصغر الفرشات بهذا الشكل وامسح طبعا بهذه الطريقة نمسح من الوجه تماما ممكن اجي X ارسم على شعر بهذه المنطقة ممتاز الآن X وطبعا امسح من اليد بهذه الطريقة وطبعا من منطقة الكتف ايضا بهذا الشكل الآن راح اجي اقل للأوبسيتي مثلا الى 60 او 70% حتى يكون اكثر واقعية مثلا 70 او 80 ممكن جميل جدا مثل ما تلاحظون الصورة هكذا كانت وهكذا اصبعت تم تغير لون الشعر باحترافية تامة نلتقيكم في محاضرة قادمة بابنه تعالى شكرا